موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام رأينا في الحلقة الماضية وجود مادي لتاريخ الحجر الأسود وكان يسمى بيتيل وباللغة اليونانية بيتيلوس وباللغة العبرية بيت إيل وباللغة العربية بيت الله وذكرنا في الميثولوجية اليونانية قصة الحجر الأسود مع الإله زيوس إلى السماء وتقديس الرومان له ورأينا في عملة الإمبراطور هيلو غابلوس الحجر المقدس محمولا على عربة من مدينة حمص في اتجاه روما ثم رأينا نقشا يعود لعصر مملكة تدمر في القرن الثالث الميلادي وهو يظهر الحجر الأسود على ظهر بعير تودعناه ثلاث نسوة في حزن لوجه غير معلومة وفي هذه الحلقة نحاول معرفة المكان الذي وصل إليه الحجر الأسود بيتيل لو نظرنا لخريطة مملكة تدمر نجدها مترامية الأطراف تضم سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، شمال سعودية، مصر فعندما تولى الإمبراطور الروماني أوروليانوس بدأ بحملة عسكرية قوية ضد المملكة زنوبية وبدأ بتقليسها فاسترجع مصر وأنطاقيا سنة 271 ميلادية وواصل الزحف نحو مدينة تدمر الحجر الأسود المقدس يمكن أن نفكر في إبعاده إلى مكة حاليا ولكن تقف إشكاليتين في قبول هذا الطرح إشكالية الأولى حدود مملكة تدمر لا تصل جنوبا إلى موقع مكة وإنما تصل فقط إلى ما تسمى حاليا مداء صالح فلا يمكن للملكة زنوبية إرسال هذا الحجر المقدس إلى منطقة خارج سيطرتها وحكمها الإشكالية الثانية أن مكة لم تكن موجودة في تلك الحقبة أو ذلك الزمان فلا يوجد أي دليل علم مادي على وجودها المدينة الوحيدة التي كانت شبيهة جدا بمدينة تدمر وتحت حكمها حكم الملكة زنوبية هي مدينة البطراء في الأردن بها معابد كثيرة تضاهي عددها عدد معابد تدمر وبالتالي تكون هي الوجهة الأكثر أو الأكثر احتمالا لإرسال الحجر الأسود بيتيل وبالفعل نجد حجر أسود في معبد الأسود المجنحة بوسط مدينة البطراء وهو معبد لإله نبطي دا الشارة وأغلب المتخصصين يعتقدون بأنه للإله العزة المذكورة في القرآن فالإله دو الشارة وربما يكون هو نفسه رب الشعرة في صورة النجم فأضغمت حرف العين في حرف الشين كما نقول ما رأيت فولا قط أو ما رأيت فولا قطعا لكن دو الشارة عند الأنباط هو الإله الأعظم ويقابله عند الإغريق الإله زيوس ولهذا نجد محارب صغيرة مخصصة للأحجار المقدسة بيتيل التي كان العرب والأنباط يقدسونها وهذا ما رأيناه في الحلقة الماضية في حديث الذي جاء في صحيح البخاري عن الصلط بن محمد وفي هذا المعبد كانت توضع ستائر على منصته ويطاف حولها كما هو الحال في حرم مكة وقد تعرض هذا المعبد للهدم بعوامل طبيعية كالزلازل وعوامل بشرية كالحروب وهذا ما يجعل الباحث يفكر في الحصار الذي قام به الحجاج بن يوسف التقفي لعبد الله بن الزبير أو عبد الله الزومبيل بحسب العملات فأطار الهدم على المعبد ظاهرة والمفاجأة أننا نجد أحجار منجنيق موجودة بالقرب من هذا المكان والسؤال المهم هل وجد علماء لاتار في السعودية أي حجر للمنجنيق على أرض مكة؟ طبعا لو كانوا قد وجدوا ولو حجرا واحدا لكان الآن في متحف مكة سؤال آخر الآلهة التي عبدها قريش مثل اللات والعزة ومنات هل وجدت قطعة من أترها في مكة؟ الجواب طبعا لا لو وجدوها لكانت هناك أيضا فقد حفروا عشرات الأمطار تحت الأرض كأساسات قرب الحرم المكي لبناء ناطحات سحاب ولم يجدوا شيئا وهذا غريب والأغرب أن نجد هذه الآلهة اللات والعزة ومنات كلها في متحف البطراء فالبناء المربع يسمى الحرم فمكة ليست كعبة فالكعبة شيء مدور ككعب الرجل وعبارة كواعب أطرابة في القرآن هي شبيهة لقبة الصخرة بالقدس هذه كعبة لأنها دات تمنيت أضلاع على شكل دائري وبالتالي يخلط المسلمون بين الكعبة وبيت الحرم كما هو موجود في معبد الأسود المجنحة هذا بيت الحرم وليس كعبة هل مكة كانت آمنة طول تاريخها؟ تقول المصادر الإسلامية إن مكة تعرضت لهجوم القرامطة سنة 317 الموافق 908 وهم مسلمون من الإسماعليين وقتلوا الحجيج يوم التروية وقلعوا باب الكعبة وستارها وسرقوا الحجر الأسود ونقلوه إلى بلادهم لمدة 22 سنة إلى غاية سنة 339 هجرية والسؤال المطروح لماذا؟ تعالى ننقل لكم ما ذكره ابن كتير في تفسيره عن هذا الاعتداء السافر يقول أن أبا طاهر القرمطي أمر أن يقلع الحجر الأسود فجاءه رجل فضربه بمثقل في يده وقال أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم قلع الحجر الأسود وآخذه حين راحوا معهم إلى بلادهم فمكت عندهم 22 سنة حتى ردوه كما سندكره في سنة 39 و300 فإنا لله وإنا إليه راجعون ولما رجع القرمطي إلى بلاده ومعه الحجر الأسود وتبعه أمير مكة هو وأهل بيته وجنده وسأله وتشفع إليه أن يرد الحجر الأسود لموضع في مكانه وبدل له جميع ما عنده من الأموال فلم يلتفت إليه فقاتله أمير مكة فقتله القرمطي وقتل أكثر أهل بيته وأهل مكة وجنده وسمر داهبا إلى بلاده ومعه الحجر وأموال الحجيش ربما بالغ أهل الأخبار في هذه الحادثة إلا أن نقل الحجر الأسود من مكانه له دلالة تاريخية أن كل من حصل على هذا الحجر الأسود تكون له هبة داخل أو بين القبائل العربية كلها كما كان عبد الله بن الزبير حريصا على ابتعاد الحجر الأسود من أيدي الأمويين وشكرا لتتبعكم لهذا الموضوع وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر